كلنا تمناع فأنا لابت براوستارز كتير كريمي يعني انا بحب براوستارز لنا كريمي بتعطينا عروض وعكس بباقي لعب في بعض اللاعب بتعطيك ابدا عروض ابدا ابدا بس ابت براوستارز عكس هذا الشي تأخيرنا بكل احتفالي بتعطينا شي بسيط حتى لو كان بسيط كتير بس انه بم بتعطينا اخر شي هدية اللحنا كلعبين ما منيشحن الليبي كتير وهاي يا اصدقائي كيفكم شا اخباركم؟ اليوم في جانت براوستارز موضوني اليوم تقريبا عن كل عروض او افضل عروض عطنيه لابت براوستارز من بداية اللعبي لاخره وما لاخره يعني لهلعب خلني اشرحكم اليها بكل بساطه لابت براوستارز الا 3 هدايا اسكننات سنادي هدايا نادرة هدايا نادرة بعدين مشروحكم شو اني بس هنبدأ اول شي من اسكننات اول شي خلن نبدأ من ادم اسكننزل او اندرسكنن نزل حاليا والموجودين عن جد اني كتير اداما باللسف انا ما قدرت لحقه فما عنديها هاد الاسكنن هو شهرين نجمي لابت براوستارز قبل بداية 2019 اغططن هاد الاسكنن لانه اني كانوا اداما بالابت براوستارز يعني هني بعدين من بداية لابت براوستارز يعني لابت براوستارز او ما بدت كلها تناعرف انه كانت لابي ابوكلب ما كانت كتير كويسي بس مع الوقت كتير حلوي بس عشان يعني مت ما بتعفو ازا واحد تضل مع الشغل اللي انت عم تلعبه او الشغل انت عم تطوره وشخص قديم ادري يستمر وهي اللي بابوكلب فحبت هالنيون انو يدري يكفوا معهن اغطن متل هدية هي سكنن شيليل ستارز وحاليا نيال هن يعني انا بقلو نيال هن اللعبين ممكن عانو هن يعملها بالابت براوستارز قديما بس هلأ لقوا جائزة تبقيتون خلوا هاد السكن من ادى من السكنات براوستارز وحاليا ما حد يعرف غير المطورين اذا رح يجع هاد السكن او لا بس ما يبون ما رح يرجع انو خلص هدوك لانو هني قداما فستاهلوا هاد السكن السكن اللي بعده الحملة انا اللحقتوا وقتنا انو عطوه تقريبا بعد بدايتي باللعبين كيك عند الفينكاس او شي زي هيك ووقت عطونا سكن ريكو شي مع ريكو لو معدك ريكو طبعا انا اخذت ريكو من هناك طبعا انا اعطونا سكن ريكو شي سكن ريكو شي لا تفكروا سكني جديد هو حاليا متل بروك حاليا ما دم تذكرون قصصة بروك بس سكن ريكو شي هو عبارة عن ريكو القديم يعني او منزل تبتل بروساس كان شكل ريكو هيك بس مع بعض التطويرات يعني انو نزلوه متل شكل اول شي انو كتير ابو كلب بس طورو شوي زبطوه اكتر وخلو هاد السكن كهدية عشان تفرجينا كيف كان شكل ريكو قبل وعطنا اياه متل هدية يعني كنت قلوه حولت البطل لسكن وعطت اياه تخير ما هاد السكن انا ما اتذكر كان في نهاية 2016 اتوقع كان نهاية 2016 ما اعرف اذا كان عن جدل في نهاية 2016 على ما اتوقع كان بالنهاية يعني بس هاد السكن كان فتير حلو كان لفتك تلحل من الليبي انو ذكرتنا بسكن ريكو القديم وغير هيك هاد السكن كمان ناذر مثل سكن ستار شلي اي سكن تطنيا هاد السكن ريكو رح يضل نادر السكن اللي بعده ما انادر لانه اي حد هاد اللي بيتخالي رح يدير اخده هاد السكن هو السكن باري الساحر كلها هاتنا يعني ما عندي اياه سوري منك لماذا ما عندك اياه لانه ما انو رابطه حساب سوبرسل اي دي انقي ما اكتو منيح خليفة مكاها اكتر لانتو براوسرز او ما ننزل سوبرسل اي دي او انك تربط حسابك على سوبرسل اي دي كانت يعني الليين اللي اشتغلوا بهذا الشي او رابطوه هناك لانه كلها تربطيناك جو جاي بلاي انا اصلا كنت رابطها جو جاي بلاي بس ما انزل هاد السكن لبتو براوسرز عملت هيك شي يعني عشان تشجئ هاد الدول العالم يرتبطوا معهن او ان يربطوا حسابه او سوبرسل اي دي بكل بساطة خليت اي شخص بيربط حسابه او سوبرسل اي دي رياخد سكن باري الساحر طبعا السكن ابدا ما ينادر وما يقولوا اي فائد بس انو بالاخر سكن مجاني ونحنا نحب الاشياء المجانين لبتو براوسرز خليها انو عطتنا مرة هديتين هدول عشان عامي جداد عم يكون اني كما تذكرين هاد الشي فبس عشان الجداد عم تذكرون انو براوسرز مرة من الايام عطتنا سكنين ولا بعض هدية يوم الاحد عطتنا سكن بول البربرة يوم التانين عطتنا سكن جيسي صينية يتخيلوا هيك اول يوم تاخد سكن بول واو صع عند سكن مجاني ويا السلام ثاني يوم تعطينا سكن جيسي واو حرفيا واو هدول السكنين نوعا ما حلوين ونوعا ما اجداد يعني كثير فضل سكن بول البربرة من احل السكنات موجودين لبول خلين شرح هكي قصص دول السكنين انو ايش اعطونا هون تقريوا ان هدول السكنين نزلوا بعام وسط 2020 هيك يعني 2020 شهر سادس او شي زي هيك بول البربرة اعطونا ايه كان مناسبة عيد الريبي للسنين عشرة سوبرسرز كان صلى عشرة سنين عم تنزلوا لانو براوسرز هيك بدأت تخلد هاي لعشرة سنين فعطت اللاعبين هيك شي تذكره منن او انو انو انتي شخص قديم لانا قد رجعت او اخدت هدية عشرة سنين من براوسرز مساءتنا على سكن جيسي عطونا مناسبة نزول نسخة لعبت براوسرز الصينية او او اول سنة نزول لعبت براوسرز الصينية كمان حب تكرمنا وعنى تقريبين كتير بيهتموا بنسخة صينية معانو ما كتير بشوف عنا بتلعبه حاليا كلهاتو بتذكره كلهاتو بتذكره انو بكل بساطة لسكن جديد مصول شي يعطونا يعني ببلاش هاد السكن هو بروك بس بروك الاديم يعني نفس قصة ريكوشي بس عبارة عنو بروك بنسخة الاديم او شوكلة الاديم كمان حول شوكلة البطن الاديم لشكل هلا خلاص المسكنات خليني جاء السنة دي تقريبا الهدية بعد انو عمت الحساب بهدية بس في قد تقول نفس الشي يعني ما انو مجانية بس انو هدية هي كتير قوية وقت نزيت هاد العرض تبع تصور بين ميجابوكس تصور بين جوهرة لك تريد بتذكروا عرض اني نزلت عنو فيديو يوم والعيام ازا ماكتشايف رو نشوفو بس بكل بساطة هاد العرض بنحسب كأنو هدية يعني في شو بدأ ايلك هدية بالاخر انتي عم تجي الحساب به جديد وعم يعطوك تصور بين ميجابوكس تصور بين جوهرة فلازم تحسب هدية يعني صور منك تصور ميجابوكس تصور بين جوهرة مش عارف ايش كيف تقول عن دول هذا عرض او انه هدا هيدي مجاني بكل بساطة اصدقائي انت عم ترباح جواهر مجاني يعني بتاخد جواهر ببلاش فانتو بروستار لان انت عم تتصور من جوهرة وهي تصور من جوهرة اقل الشي اقل الشي احترجان لك 100 جوهرة بدالها لانه الميجا بوكس كانوا يعطيك كتير جواهر وهي تصور من جوهرة ابتدل سوي و 100 جوهرة و يعني مثلا انك مخصد شي بالعكس انت رمحت مية جوهرة زيادة و غير البطاقات و الابطال تطلو لك كمان اوكي اقيد ما نعذكر سنة دي مجاني وهالاشي هاي و انسى البطل ايدغار و عطتونا ببلاش عطونا البطل بحاله مجانا وبسبب هذا البطل ايجا كتير لعبين اجداد و غير ايك صار اكبر دخول على البتابلاوسار بسبب هذا الشي و غير ايك البتابلاوسار زوتها عاليت و صار محد يدير يدخل ف يعني هذا كان من الحساب مع السنة دي و من اخر شي ايجا معه سنة دي ميجابوكس ببلاش ف من حساب السنة دي ايدغار و سنة دي ميجابوكس كانوا شي كتير حلو وصلنا الى اخر شي معنا اليوم ولهو الهدايا المميزة الهدايا المميزة عبارة عن تقريبا الاموجيات دول الاموجيات يكونوا نادرين نادرين لمستوى كبير يعني انت لو عن جد انك واهم دول الاموجيز بعد سنة لو اجاركك لاعب جديد مسكين عاب الله قال لك وvl اموجيز كثير قادم百VE في الحساب الفخر منحسب هدايا مميزة مرها من اللائب تشعر يعطنا رزم امو جيز هني امو جيز راس الزنة اول نخسك هدايا نزلت باللائب تشعر يعني اول ايموجيز الاطونية هنبلاش كانوا ايموجيز راس السنة وكمما عطنا باقت هدايا ايموجيز راس السنة الصينية يعني تخير ما عطوني قبل كم يوم صح انا ما اتزكع عطوني قبل كم يوم بس كمان بنحسبو ايموجيز نادرة لانه بكل بساطة هذون ايموجيز يعني شو ديلك رايكونوا كتير قدامة وعلا ما اوزوني بتبراوسيز احتمال فيهم مثل ستار شيري سكن ستار شيري ما راح تعطيهم لا اي لا بعدين ولا راح تعرضهم بمجر ان شاء الله انا حاسيك ان شاء الله ما تخزني وتضع المجر لانه الوقت انا كثير من زيج واخر شي معانا واتعطنا ايموجيز كاس يب اتوقع كاس ما عطوني لانه اللي بتابع بس لبت براوسيز او ما طلبت بيتابع اخر شرطة هكتالي اشياءات بس انك تربط حسابك تبع براوسيز على اليوتيوب وبكل بساطة هتاخد ايموجيز عبارة عن كاس طبعا باعف انه ايموجيز ابو الكلب هاد ايموجي كثير ابو الكلب بس بكل بساطة ايموجي نادر ايموجي نادر لانه ايموجي نادر راح يكون شي كثير كويس انا عيبلب حسابك وحسابك راح يصبح حساب نادر فايب اصدقائي اهدوني الاشياء ان شاء الله يكون اعجبكم هذا الفيديو ازلاج اعجبكم على صحيح قناة وازلاج اعجبكم على صحيح قناة واريكاتو فور مشاهدي اشتركوا في القناة